هل بيأخذ رأيكم كأساتيزة يعني؟ والأخطر من كده الحقيقة أنه يعني أتمنى أنهما يراعوا في تصميم المدن الحديثة حاجات زي طرق تنقل الناس البسيطة يعني الميكرو باس أو حتى يا رب التوكتوك اللي احنا بنشوف التوكتوك في الهند مش عارفة ليه في مصر يعني ممكن بالتنظيم يبقى فيه وسائل مواصلات وخدمة للناس البسيطة اللي بتيجي فيه قطاع الخدمات زي تنظيف الشوارع أو صيانة الأماكن أو كذا لأنك بتبص تلاقي تجمعات عشوائية بقى الناس دي بتعوز تاكل تبص ليه عربيت فول اتزارعت مواقف غير غير منظمة فزي ما بنفكر في المدن بتاعتنا في السيارات الخاصة لازم نفكر في النقل العام ومش يجي في الآخر يعني النهاردة بنبص نلاقي التجمع زرعنا الأعمدة طيب ما وإحنا من الأول وإحنا بنعمل المدن نحاول نعمل زي في مصر الجديدة ما حصل مسارات للمترو ويبقى مثلا يعني نبدأ بتخطيط ونلتزم به بالزبط بالزبط يعني المفروض يعني أنا عايزة أسأل حضرتك برضو سؤال ويمكن بتكلمي في الموضوع ده وله له معنى كبير ما هو أو ما هي الصلة بين التصميم المعماري في أي مدينة وفي أي دولة وبين النواحي الاجتماعية والثقافية في نفس الدولة؟ ده يعني لازم مراعاته يعني طبعا ما نقدرش ان ودي على فكرة فيه أبحاث كتيرة تعملت مثلا لما تعملت المساكن الشعبية في الستينات لقوا واحد في قرية مطلع ما تعرفيش طلعها ازاي الجاموسة بتاعته في الدور الخامس ولا الرابع علشان هو ما يقدرش يستغنى عن اللبن اللي بيأكل أو عيشش الفراخ أو كذا يعني يعني لازم بيسبق أي تصميم دراسات للثقافة اللي موجودة في المجتمع ودراسة احتياجات الفئة اللي بنصمم لها والأبحاث كتيرة جدا في هذا المجال بالنسبة للمدن القديمة في مصر وليست الجديدة هل كنا بنراعي يعني هذا التوائم أو هذا الانسجام بين الشكل العمراني اللي موجود بين الاحتياجات الإنسانية اللي موجودة والثقافة آه طبعا يعني آه طبعا طب اضربي مثل ببعض المدن بالذات يعني مثلا اضرب لك مثل ببرسعيد يعني ببرسعيد في طريقة تخططها راعت تماما العوامل المناخية اللي بتتعرض لها المدينة من رطوبة واختلاف في درجات الحرارة وكذا تبصي تلاقي الشوارع كلها اتجاه واحد مستقيمة بحيث ان الهوى يمر تبصي تلاقي نظام للبواكي بحيث الناس ما تمشيش في الشمس في الحر والبواكي دي في الغالب بتبقى ناحية اتجاهات الشمس يعني ما تلاقيش مبنى على البحري في بواكي او يعني بصي تلاقي مفتح اكتر في البحري ومقفل اكتر في القبلي وفيه طبعا مراعاة للعوامل الاجتماعية بالذات لما تشوفي الحيين المختلفين حي الافرنج وحي العرب هتبصي تلاقي حي العرب تقريبا عملونهم زي مشربيات يعني هي تراسات بالكونات لكن تقريبا متقفلة بخشب وبعض الخشب ده بيبقى له مفصلات بتطلع وتنزل على حسب تحقيق درجة الخصوصية اللي اهل البيت عايزين يحققوها اشتركوا في القناة